أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن التجارة الإلكترونية في مصر لها فرص مستقبلية وتحديات راهنة مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي بشكل عام والتجارة الإلكترونية بشكل خاص في تنمية اقتصاديات الدول فضلا عن إسهامهما كعنصر جذب للاستثمارات الخارجية وكذلك كفرصة لزيادة إيرادات الدولة وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في مصر قد شهد إقبالا مؤخرا من الشركات الكبرى فشركة أمازون قد افتتحت حديثا مستودعها اللوجستية على مساحة 28 ألف متر مربع وباستثمارات تتخطأ المليار جنيه مضيفة أن دخول شركة عالمية إلى السوق المصري يعطي ثقلا ودفعة للتجارة الإلكترونية لكونه يدعم المنافسة سواء بجذب العملاء أو العارضين إلى جانب توافر السلع المختلفة ترجمة نانسي قنقر